السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وصفة جديدة على قناتي مطبخ السبع بهارات وصفة النهاردة ان شاء الله هتكون الكلاوي صنف سهل وسريع ما بيخدش وقت معاك خالص في التسوية وفي دقايق بيكون جاهز معاك يعني لو انت مستعجلة او محترى تعمل ايه ده صنف سريع هتقدميه مع الماكارونة او في سندوتشات المكونات معانا كله من الكلاوي متقطعة وبصلتين متقطعين من شرائح رفيعة وفلفل الوان ومع لها كبيرة توم والبهارات ملح وفلفل ابيض وكمون وشطة ولو انت حابة تحطي رشة من جسد الطيب ورشة صغيرة من القرفة في الاول بتقطعي الكلاوي بالشكل ده وحاولي تقطعها تكون سامكة شوية علشان الكلوي لما بتتحط على النار بتكش شوية وحاولي تختاري الكبدة والكلاوي تكون طازة وفرش معاك عشان بتفرق في الطعم كتير بنسخن حل على النار وبنحط تقريبا ربع كبات زيت واول ما بتسخن بننزل بالبصل في الاول عشان عايزة البصل يدبل معايا ومش عايزة يبقى باين في الوصفة لان الكلوي بتكش معايا فمش عايزة البصل يكون طاغي والكلام تكونش زهرة وبنحط البهارات معانا تتشوح معا البصل هي دوب البصل بيتبل شوية مش بنحمر ولا حاجة وبعد كده بننزل بالكلاوي وبتقلبيها كل ده على نار عالية علشان تنزل المية بتاعتها وترجع تشربها تاني بسرعة من غير ما تاخد وقت وبعد كده بننزل بالتوم شايفين البصل بتاعنا داب خالص ما عادش باين في الوصفة وكمان الكلوي كشت كده لو تلاحظوا انها حجمها كش شوية عشان كده انا نزلت بالبصل في الاول عشان مش عايزة يبقى طاغي على الكلوي بتاعتنا واول ما بتحس ان الكلوي بتاعتك استوت بتهدي النار شوية وبتحط الفلفل للالوان وبتقلبيه يدوب دي اقتين تلاتة عشان مش عايزينه يتهرع يبقى ظاهر كده في الوصفة وخلاص الطبق بتاعنا جاهز على التقديم ما شاء الله ما خدش معنا دقايق شكله جميل وطعمه ورحته في منتج جمال ممكن تقدميه مع مكرونة او ممكن تقدميه في السندوتشات ان شاء الله تعملوا الوصفة وتعجبكم واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة